السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على رموز عطال غسالة اول حاجة عطل اي خمسة ده مشكلة في السخان او توصلات السخان. وبرضو عطل اي ستة مشكلة في المحرك او المطور او توصلات اه للمطور. اي سبع عطل في الكارتة الالكترونية. اي تمانية عطل في المحرك نفسه. اي تسعة واي عشرة. القهربة ضعيفة. اي واحد الباب مش مقفول او عطل في قفل الباب. اي اتنين عطل في دخل مية المية ضعيفة او اه الخرطوم مسدود بنفكه ونعمله او المية مش شغالة تماما. اه عطل اي تلاتة برضو عطل في مداخل التصريف او التصريف مش شغال الخرطوم ملتوي بتاع التصريف او عالي زيادة عن اللزوم او مشكلة في تنظيف الفلتر. اه اي اربعة عطل في مستوى المية ودي مشكلة اه صمام المية. او ايه الميزان بتاع المية. فدي كل ما تنساش تشيرك في القناة وتدعمنا بلايك وقولينا رأيك او تشارك في التعليم.